اشتركوا في القناة وضيفا في هذا السياق أن التجربة البحرينية في مجال تطوير حقوق الإنسان تعد من التجارب العربية والدولية الرائدة كما أشهد بالسياسة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا والتي راعت فيها كافة الاعتبارات الصحية والإنسانية والاقتصادية كما أكد الأمين العام لبرلمان البحر الأبيض المتوسط على ريادة تجربة البحرين وحرص البرلمان على تعزيز العلاقات معها في إطار انفتاحه على تعزيز العلاقات مع منطقة الخليج من جانبه أكد العسومي أن البرلمان العربي يلي أهمية كبيرة بتعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى العربي